أيها الإخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساءا في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف مع إشراقة صباح هذا اليوم الجمعة الثاني من شهر شوال لعام 1442 للهجرة الموافق للرابع عشر من شهر مايو 2021 للميلاد مع إشراقة صباح هذا اليوم أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم بأن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صامت دهر كله وهذا الحديث يحثنا على صيام الست من شوال وإتباعها بعد شهر رمضان المبارك في خلال هذا الشهر شهر شوال لكن هناك بعض الأحكام التي يجب بيانها وهي أنه ما الحكم فيما إذا كان هناك رجل أو إمرأة عليه أو عليها قضاء من شهر رمضان المبارك إما لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة فما الذي يجب عليها أن تقضي أولا أم تصوم الست مباشرة أن صيام الست سنة والفرض واجب لذلك وجب أولا قضاء الواجب من شهر رمضان المبارك ثم بعد ذلك صيام الست طيب ما الحكم فيما إذا كان القضاء طويل يعني خمستعشر يوم مثلا لأن هناك من النساء من يأتيها الحيض الدورة الشهرية خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة ماذا تصنع هل تبدأ بالقضاء أم تبدأ ب أيضا هناك تنبيه البعض يصوم مباشرة بعد أيضا هناك تنبيه أن البعض يصوم مباشرة بعد العيد لا يفطر سوى يوم العيد فقط ثم يبدأ في صيام الست نقول من الأفضل أن لا يبدأ الإنسان بصيام الست مباشرة بمعنى يبدأها بعد العيد مباشرة لابد أن يقضي أيام العيد وهي ثلاثة أيام تقريبا بعد ثلاثة أيام يعني ابدأ من اليوم الرابع في شهر شوال هذا هو الأفضل أما أن يأتي أحد لزيارتك مثلا أو أنت تأتي إلى أحد لزيارته في العيد ثم يكتشف حينما يقدم لك القهوة مثلا أو حلاوة العيد أو الأكل يكتشف أنك صائم هذا ينافي فرحة العيد أو ما يجب في أيام العيد أو ما تعارف عليه الناس في أيام العيد لذلك من الأولى أن تصوم تصوم من الرابع من شهر شوال بعد قضاء ثلاثة أيام وهي أيام العيد والبعض يقول بأنها أربعة أيام يعني تبدأ من الخامس من شهر شوال الحديث يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر يتعلق بهذا الحديث فوائد منها الفائد الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده مع كل فريضة نافلة من جنسها لتكون جابرة لما قد يكون وقع فيها من خلل ومثل النوافل مع الصلوات المفروضة يعني سنن الراتبة مع الصلوات المفروضة وصيام الست مع رمضان الفرض الفائدة الثانية إطلاق الحديث يدل على أن كل شهر شوال هو موضع لصيام هذه الست سواء صامها متفرقة أو متتابعة من أوله أو من آخره فالأمر واسع هو المبادرة بالعمل لصالح فالأمر واسع الفائدة الثالثة من المسائل المتعلقة بصيام ست من شوال أولا أنه لا يتم هذا الفضل إلا لمن بادر بقضاء ما فاته من رمضان أولا ثم أتبعه بست من شوال فيبدأ بالقضاء أولا ثم يصوم الست من شوال ثانيا يتوهم بعض الناس أن من صامها عاما لزمته في كل عام ولذلك يتقاعس عن صيامها حتى لا تجيب عليه بعد ذلك وهذا كلام باطل لم يقل به أحد من أهل العلم ولا دليل عليه ثالثا من شرع في صيام يوم من الست ثم بدأ له أن يفطر لأمر عرض له فلا بأس بالفطر لأن صوم التطوع يجوز قطعه ويصوم بدلا عنه يوما آخر بخلاف صوم القضاء فمن شرع فيه لم يجوز له قطعه إلا بعدر شرعي كسفر أو مرو رابعا يصح صيام الست من شوال بنية من النهار فلا يشترط في صيامها تبيت النية من الليل لأنها من صوم التطوع يعني يقصد أنه لو أصبح دون أن يتسحر أو ينوي ثم بدأ له أن يكمل يومه كصيام الست فلا بأس بذلك فيجوز لأنه صوم تطوع ولا يجب له أنية هذه الست ليس لها أيام معدودة معينة بل يختارها المؤمن من جميع الشهر فإن شاء صامها في فإن شاء صامها في أوله وإن شاء صامها في أثنائه وإن شاء صامها في آخره وإن شاء فرقها وصام بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره الأمر واسع بحمد الله وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارع إلى الخير ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله والمراد بأنه المسارع بعد رمضان مباشرة ليس المراد بها كما ذكرت لكم أن بعد يوم العيد مباشرة يجب عليه الانتظار على الأقل ثلاثة أيام يعني لأيام العيد لا ينبغي أن يتجنب صيامها حتى يستطيع أن يخالط الناس ويأكل أكلهم ويشربوا معهم أيضا حتى يفصل بين صيام الفرض في رمضان وصيام التطوع في شوال أحببت أن أذكركم وأذكر نفسي بهذه الأيام المباركة والفضيلة من شهر شوال طيب البهض في هناك حكم آخر وهو أن بعض النساء لكن هناك نقطة يجب التنبيه إليها فلو أن هناك من قام بصيام الست قبل قضاء رمضان لمن أفضر مثلا بعذر جائز كمرض استمر به أسبوعين ثلاثة أسابيع أو أن بعض النساء بسبب الولادة مكثت تقريبا العشرين يوما فإنه في هذه الحالة لا بأس بصيام الست من شوال قبل قضاء رمضان لأن القضاء له في بقية الأشهر القادمة بينما مخصص بست من شوال وذهب الشافعية والمالكية إلى أن تطوع بالصوم قبل القضاء جائز مع الكراهة والراجح أنه جائز بلا كراهة لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي وصيام الست قد يفوت بفواتي أو بالله قد يعني ينتهي الشهر قبل أن يقضي ما عليه لكن الأصل كما ذكرت لكم أنه من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا الست من شوال رمضان إلا لعذر كما ذكرته لكم سابقا أخيرا إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه دمتم في حفظ الله ورعايته وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الداكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون ترجمة نانسي قنقر